المورد الثالث الإمام الدارمي في كتابه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد طبعا بشر المريسي من الاتجاه شنو؟ الثاني نعم تحقيق محمد حامد الفقي أن ناشر مكتبة ابن تيمية في الصفحة 95 هذه عبارته التفت جيدا يقول فيقال لكه من هو يقال؟ يقال للمعارض يعني يقال لأصاحب الاتجاه الثاني ما أبقيت غاية في نفي استواء العرش إذ قلت لا نقوله هذا الاتجاه الثاني قال قلت لا نقول أنه على العرش وفي السماء بالأينية نابد تعتقد الله وين مكانه؟ في السماء بيته وين؟ نعم على العرش وفي السماء فوق الله قاعد فوق ينزل جوه شوية بس ينزل إلى السماء ولا ينزل إلى الأرض لو ما ينزل إلى الأرض ما ينزل إلى الأرض بل اسمع يقول إذ لا نقول إذ قلتنا لا نقول أنه على العرش وفي السماء بالأينية ومن لم يعرف أن إلهه فوق عرشه يا فوقية فوقية المكانية مو السيطرة الوجودية فوق سماواته فإنما يعبد غير الله يجب أن يحدده هو أولا لا أول يحدده يقول هذا مكانه هذا بيته هذا الكرسيه هذا عرشه حتى يعبده وإلا إذا لم يكن كذلك داي عبد ماذا داي عبد الوثن يصرح هذا يقول فإنما يعبد غير الله ويقصد بعبادته إلى إلهه في الأرض ومن قصد بعبادته إلى إلهه في الأرض كان كعابد وثن يعني أيها الناس أنت عندما تتوجه في العبادة إلى الله لابد تخلي بذهنك الله وين قاعد فقط في السماء فإذا إجب ذهنك الله في كل مكان وهو الذي في السماء إلى هن وفي الأرض إلى وفي الأرض إلى هن يعني إذا إذا هذا اخترته في ذهنك أيها المشاهد أنت شنو عابد وثن والله تعالى يصرح بهذا الكلام ما أدري أنا أترك الحكم للمشاهد الكريم يقول لابد عندما تعبد الله عبادتك هذا الله شون تتصوره نعم يجب أن تعرف على العارش وفوق فوق في السماء إذا قلت في الأرض إلى هذا آخر صح في السماء تمام ها السماء عدنا شنو هذا مالد أدخل في بحث السماء والعلو أنه هذا العلو أمر هو مطلق لنسبي لأنه إحنا اللي خلفت هاي الكرة الأرضية هذا سماء هو هنا وهذا اللي يعيش هنا سماء هو وين لا بد أن يكون سماء لأن هذا يعتبر العلو أحسنت وما يعتبر هذا علو أحسنت يعني هاي الكرة الأرضية الكفت المشاهد هاي الكرة الأرضية نعم أكو ناس يعيشون وين على سطحها لم كلهم الجميع يعيشون على سطحها نعم يعيشون بهذا الاتجاه نعم و ناس و بعضهم يعيش ماذا الآخر لأن الجاذبية تحفظهم شرق و غرب وتعاكس وهكذا هس الشرق و الغرب ما كفرق أما أعلى و أسفل أسفل لأن الكرة الأرضية بيها الشمال و بها جنوب جنوب هذا الشمال و ها سماء هو وين لا إله إلا الله ولكنه الحمق والجهل أوصل هؤلاء إلى هذه الدرجة يعني عدم التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أقفالها التفت جيدا عندي وقت دكتور فضل نعم بل بل يقول ومن قصد بعبادته إلى إلهه في الأرض كان كعابد وثا لأن الرحمن على العرش هناك جالس الله نعم شي جبل الأرض شي جبل والأوثان في الأرض مو قوله تعالى وهو الذي في السماء إله إله وفي الأرض لا تتأولون علمه كذا هذا تأويل ظاهر الآية وهو الذي ماذا في السماء في السماء إله وفي الأرض وهو معكم أينما كنتم وهو معكم ولذا اضطروا أن يقول معكم يعني علمه معكم لأنه إذا التزموا عد إلنا يتهمون بالتأويل هو بعض ضمير هو عجيب عجيب إن شاء الله يأتي بحثه فقط المشاهد الكريم أريد أن يأخذ الصورة الكلية الآن عن هذا الاتجاه عن هذا المنهج الذي فيه ابن تيمية وجمع من العلماء قبله وأتباعه إلى يومنا هذا والذين يكتبون الكتب وكتبوا في فتاواهم أنه من لم يؤمن بهذا فهو كافر مرتد عن الدين وإن شاء الله سأقرأ الأقوات أنا مو إنسان الذي أقرأ أقول شيئا بلا ماذا بلا دليل و بلا مصدر و بلا مستند إلى أن يقول هس تخلوا هذا هذا ما تنام منه رد الإمعاء الداري إذن نهد إلى فاصل سمع نعم طيب مشاهدنا الكرام بعد الفاصل